من فترة عملنا مراجعة لموبايل اقتصادي ب1200 جنيه كان فيه شوية انبهارات كتير اسمه ايتل بي 36 عجبني فيه حيات كتير والفيديو عجبكم برضو بس كنت متضايق منه في شوية حاجات اهمها انه كان بواحد جيجا رام بس والمعالج ضعيف وشحن البطارية بطيء قوي وانه كان بيدعم شبكات الجيل التالت فقط وقلت لكم في اخر الفيديو فيه نسخة منه اسمها ايتل بي 36 برو بيعالج النواقص والعيوب اللي في النسخة العادية وسعره 1500 جنيه بس فانا قررت بعد ما جربت النسخة البرو الفترة اعمل لكم فيديو عنه ونشوف فعلا هل موبايل بي 36 برو تقدر تعتمد عليه كموبايلك الاساسي بالسعر الاقتصادي ده ولا لا وهل فعلا عالج النواقص والعيوب اللي موجودة في النسخة العادية بفرق السعر البسيط ده ولا لا بس زي ما انت متعود اعمل لك للفيديو علشان يوصل اسرع لكل الناس ويلا بينا نبدأ المراجعة نبدأ بالتصميم ايتل بي 36 برو بيجي بتصميم بلاستيكي بالكامل وده طبيعي بالسعر ده وعموما مستخدم الفئة الاقتصادية في الفئة دي يهموا اكتر شكل التصميم وانا شكل التصميم ما يحيش ابدا ان ده موبايل ب1500 جنين في تدرج في لون ظهر الموبايل معا اكاسات بسيطة لما الضوء بيجي عليه وكمان في نقشة كده على الظهر تخليه يبقى محمي من الخربشة بشكل كبير التصميم شيك جدا بصراحة وبالسعر ده برضو بنهتم بالاضافات اللي جوه العلبة وهنا قايتل ما بخلتش علينا في جراب شفاف بلاستيك ناشف شوية بيجي جوه علبة الموبايل علشان يحمي لك الظهر ده غير السكرينة والسماعة اللي موجودين جوه العلبة برضو موبايل وزنه حوالي مية خمسة وتسعين جرام وتاخنة حوالي تمانية وستة من عشرة ميلي وحجمه وزنه مقبول جدا في اليد واخيرا علشان انا جربت النسخة العادية فحب اقول لك في التصميم مش هتقدر ديفرق النسخة العادية اللي راجعناها قبل كده عن النسخة البرو اللي بنرجعها دلوقتي ندخل على شاشة شاشة كبيرة ستة ونص بوصة من نوع اي بي اس بدقة اتش دي بلاس والشاشة فيها نوتش دروبوتر محطوط فيه الكاميرا السيلفي شكل الشاشة يمكن من اهم المميزات الموبايل ده لان الفقى الاقتصادية صعب تلاقي فيها شاشة بالشكل والحجم واستجلال الحواف دي الشاشة مش هقول لك بقى الوانها واو ولا سطوعها عالي يعني اقدر اقول انها مقبولة جدا للأسف بس مفيش حساس اضاءة هتحتاج تثبت سطوع الشاشة بايدك على حسب المكان اللي انت فيه وده منطقي جدا في الفقى السعرية دي وبرضو الشاشة هنا في النسخة البرو ما تفرقش اي حاجة عن النسخة العادية ومالي عام انت عامل فيديو تاني واجع الدماغنا ليه هقول لك علشان الاداء الموبايل هنا جاي بمعالج سوماني النواة بتكنولوجيا تمانية وعشرين نانو من شركة يونيسيك اسمه تسعة تمانية ستة تلاتة ايه المعالج هنا كويس جدا مقارنة بالنسخة العادية لانه سوماني النواة مش رباعي زي النسخة العادية الفرق واضح وصريح وكمان النسخة البرو بتيجي باتنين جي جا رام مش واحد جي جا رام زي النسخة العادية وكل ده منعكس على الاداء بشكل واضح جدا نسخة البرو فعلا تقدر تعتمد عليها بشكل كامل وتقدر تسطب كل برامجك الاساسية من غير ما تحس انك متضايق كده من بطء الموبايل المعالج الرسوم اللي هنا مقبول جدا بدأت تجربة الالعاب بصابوي اللي كانت بتعلق عن النسخة العادية بس النسخة البرو شغلت اللعبة بكفاءة ولا كأن في مشكلة اتجرأت بقى اكتر والتسطب بابجي النسخة الكاملة مش اللايت ولقيت انها ممكن تشتغل على جودة مقبولة جدا بس طبعا قللتها الاقل حاجة وقدرت ألعب بشكل طبيعي على الموبايل ده اه مش احسن تجربة اداء في بابجي بس افتكر معايا انه بألف وخمسمائة جنيه بس جربت برضو اشتغلت على اللعبة اشتغلت كويس جدا وارجع اقول لك ممكن كل شوية تلاقي تسقيط فريمات بسيط لان يعني المعالج اللي هنا مش بالقوة الكافية للتشغيل الالعاب التقيلة من غير اي تقطيع ولاحظت السخونية متوسطة على ظهر الموبايل بس سخونة مقبولة مش كبيرة اوي ندخل على عوامل امان الموبايل فيه بصمة في الظهر غطسة كده جوة شوية علشان تميزها بسهولة والبصمة اداءها مرضي جدا ولفي اسأل لوك كمان سرعته مقبولة جدا وعوامل امان هنا اسرع بفرق واضح عن النسخة العادية موبايل جاي باندرويد ناين نسخة كاملة مش مخففة وفيها كل المميزات زي الكرة العيمة اللي فيها بعض الاختصارات وزي المسح بثلاث اصابع علشان تاخد سكرين شوت الموبايل مفيهوش لمبة اشعارات بس ايتم اي معوضة ده بانك ممكن تشغل فلاش الموبايل لما يجي لك الاشعار وكمان شاشة الموبايل وهي مطفية تنور خفيف كده علشان تنبهك ان فيه اشعار جالك موبايل مفيهوش حساس ضوء ولا يا ضوبك فيه حساس تقارب علشان يقفل الشاشة على ودنك وانت بتعمل مكالمة وبيدعم كمان الموبايل صوته جاي من سبيكر وحيد صفلي صوته عالي ومقبول جدا على سعر الموبايل بس طبقات البيز مش كويسة قوي بس في الفئة السعرية دي انا راضي جدا عن اداء السبيكر هنا صوت سماعات المكالمات كويس صوت سماعات الاوزن كويس جدا برضو بالنسبة لشبكات الاتصال الواي فاي تمام مفيهوش مشاكل وبالنسبة لشبكة المكالمات فالموبايل داعم لشبكات الجيل الرابع والاداء بتاعه متوسط مش هيسبب لك ازمة خالص في الاستخدام ندخل على البطارية البطارية في ايتل بي ستة وتلاتين برو خمس تلاف ميلي امبير زي النسخة العادية بالزبط هتستحمل معاك نفس الوقت تقريبا تمن ساعات شاشة مفتوحة وده وقت مرضي جدا في الفئة السعرية دي اللي فارق جامد في النسخة البرو عن العادية الشحن المرفق عشر واط وبالمناسبة دي ميزة في الفئة السعرية دي لان كل الموبايلات التانية بتيجي بشواحن خمس واط والموبايل اكيد جاي بمنفذ شحن قديم مايكرو اس بي ده طبيعي جدا في الفئة السعرية دي البطارية بتشحن في حوالي تلات ساعات ونص وقت طويل طبعا بس ارحم من النسخة العادية اللي بشاحن خمس واط وبتشحن في خمس ساعات ندخل على الكاميرات الكاميرا خلفية سنائية الاساسية تلاتتاشر ميجا بيكسل والتانية للزكاء الاصطناعي والسيلفي تمانية ميجا بيكسل موجود في نوتش الشاشة وصوف تقول الكاميرا هنا فعلا في زكاء اصطناعي في النسخة البرو مش زي النسخة العادية والاتنين مفتوحين قدامك دلوقتي الموبايل بيقدر يطلع صور مقبولة جدا طول ما الاضاءة عليها يعني لو عاوز تصور اي حاجة هتقدر بسرعة تطلع الموبايل ده وتصور الصورة هتطلع واضحة بس زي ما قلت لك لازم اضاءة عليها وكواس جدا ان في هنا تصوير بورتري سواء بالكاميرا الخلفية او الامامية هو اي نعم البرتري هنا مش ممتاز بس يعني اهو موجود ما تتوقعش اداء احسن من كده من كاميرات الموبايلات الاقتصادية عموما اسيبكم مع تصوير الفيديوهات النسبة بالتصوير الفيديوهات بالايتل بي 36 برو فالموبايل ده زي النسخة العادية بالزبط بيصور فيديوهات على 1080 بي ودي الجودة المنطقية في الفئة السعرية دي وبرده مش هتلاقي اي سعبات في تصوير الفيديوهات لان مفيش اصلا مستشعر جيروسكوب زي ما قلت لك من شوية وده برضه منطقي شوية في الفئة السعرية دي يعني نادارا لما تلاقي مبايل فيه جيروسكوب بالسعر ده وعموما انا دلوقتي بصورها على 1080 عشان اختبر جودة الصورة وجودة الصوت وما فيش اه مايك اضافي عشان يهزر الدوشة فاعتقد الصوت هيبقى فيه سنة دوشة كده ايه حاجة بسيطة وعموما هنشوف مع بعض الفيديو النهائي في المراجعة طالع عملي الزي سعر الموبايل الف وخمسمائة جينية للنسخة لتنين وتلاتين جيجا مع اتنين جيجا رام وينفع تركب كارت ميموري وشارحتين اتصال مع بعض بدعم شبكات الجيل الرابع رأي النهائي في ايتل بي ستة وتلاتين برو على سعره الموبايل ده تصميمه شيك شاشة كبيرة واخدى شكل اداء مقبول جدا وهتقدر تلعب عليه العاب تقيلة مساحة ورام كويسين جدا بالسعر ده عامل امان كويسة وتقدر تعتمد عليها بطارية ضخمة اتكمل معك اليوم بالكامل وكمان داعم لشبكات الجيل الرابع وواضح جدا تفوق النسخة البرو من ايتل بي ستة وتلاتين عن العادية في حاجات كتير وفعلا فرق السعر تلتميت جيني بس ما بينهم يخليني ارشح لك وبقوة النسخة البرو اللي فعلا تقدر تعتمد عليها اعتماد كامل في يومك وتنزل بالموبايل ده اللي هو بي ستة وتلاتين برو في الشارع من غير ما تحس انك متضرر بس لازم تبقى عارف في الفئات الاقتصادية كل جنيب يفرق ولازم تبقى عارف برضو انك لو زودت سبعمية جنيه هتروح في حتة تانية خالص مع اللي هنعمله مراجع قريب او بس مش كل الناس تقدر تزود المبلغ ده بس كده انا خلصت لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب كومنت وقل لنا لو معاك الف وخمسمائة جنيه هتشتري الايتل بي ستة وتلاتين برو ولا هتفكر في موبايل تاني وايه هو ولا هتزود المبلغ وتجيب موبايل تاني وتأكد انك عامل في قناة موبيزل ومفعل الجرس علشان تشوف مراجعات جديدة للموبايلات اول بول اشتركوا في القناة